اشتركوا في القناة لكن 50% على تحليل كورونا تخيلوا الوقت الناس مش ممكن يا جماعة المصرين دول يعني عارفون انتو كان زمان في نقطة يقول لك واحد كذا كتب كان عامل اعلان عشان ابوه ميت فقال لك ينعي والده ويصلح ساعات يعني هيدفع تمد الاعلان كده كده بما انه هيدفع الاعلان عشان يعازي يعني ينعي ابوه بتوفى الله يرحمه فقال لك ويصلح ساعات لك يستفيد كمان بالاعلان يصلح ساعات تليفون كذا 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 هم كانت نقطة زمان بتتقال يعني اه على فكرة دلوقت فيه مؤتمر صاحب يشغل في هدي الزمان وانا دايما بقول انه المؤسسات الكبيرة قبل انها تهتز يعني الدول بتهتز وده متغيرات مبنية على اقتصاديات وسياسة ده الدول يعني متغيرات للجوار ولممكن تحصل مشاكل يحصل اهتزاز اقتصادي في العالم كله دول تهتز ودول تقاوم بتحصل في كل حال فما بلاك المؤسسات ده وارد برضو لاسباب اقتصادية في المقام الاول تهتز المؤسسات لاسباب اقتصادية والعملين فيها هيحصلهم مشاكل وبتاعه فده عشان كده بقول انه الاهتزاز اللي فيه نادي الزمالك وارد وانه الاهتزاز في الاصل اقتصادي وواضح لانه كل الكلام اللي بسمعهم المشاكل الموجودة من ساعة ما ميجي مش المجلس اللي فات حتى الان او حتى من قبل بيمشي بشوية انه اللي عيبه لقى فلوس والتجديد وانه ده مش راديو فرشاني وبنشرقي لفلوس ومتدايق وسافر ومجاش وراح مقالشي والكلام الكتير وطرق حامد كان عايز تردية ومرديوش وجابهله منين وكنا بنسمع كلام ده كتير جد اوكي وارد برضو وارد الغريب بقى انه المسئولين في هذه المؤسسات او في الزمالك عشان يبقى كلامي بقى قاطع ووضع يتهربون من المسئولين الناس كلها انا معرفش مين المخطئ ومين اللي حيواجه ومين اللي حيتحمد المسئولين لما كل الناس بتتبرق كل الناس الزمالكوية بيتبرقوا من المسئولين حاجة غريبة جدا طب مين اللي حيواجه الازمة مين اللي حيتصده ومين اللي هيطلع عدلوقتي يقول اه عندنا خطأ وانا عارف ان عندنا الخطأ وحلوله عندي عشان كده انا قاعد عالكورسي ده ده اللي عارفه في علوم الادارة وفي الشخصيات القيادية القوية والناس الليدرز هي المفتلة تعمل كده انا عارف ان في خطأ وعارف حلو ايه وحواجهه وحتصداله عشان كده انا موجود عشان كده انا مسئول لكن اعلام الزمالك بيتنصل كبار الزمالكوية تنصله المسئولين اللي موجودين من مبارح عمالة اسمع تصراحاته وبياناته حتى المدير الفني اللي جي جديد بيتنصل مع انه هو اللي اصر يعني هو سبب الازمة اللي الزمالك فيها دي كلها سببها المدير الفني الجديد كارتيرون اللي جابوه عشان ينتشل الزمالك تخيلوا بقى كل الدوامة يعني لو بتشيكوا كان موجود لغد دلوقتي ما كانش الزمالك دخل في دوامة اعلامية اعلامية زي ما هو موجود فيها بارتو 40 ساعة من ساعة الخسارة بتاعت الترجل التونسي لان الراجل ده لما جي كارتيرون هم ليش علاقة بالقرار القرار يحترم والادارة هي مسؤولة وتتحسب في الاخر انا مؤمن بها ذا الكلام لكن هو لم يجي اصر ان هو يدير لقاء الزمالك والترجل تصريحاته قبل المباراة كانت متفائلة جدا واسراره خلى الجمهورية تفائل جدا ده كارتيرون رجع اللي واخد بطولتين وهو بسمينه في تونس هو القاهر الترجل والرجل عايز ييجي ويمسك ويشد ويدرب ويعمل ويسوي واللعيبة بتحبه وقعد مع اللعيبة وشغالة عالجانب النفس وبيرفع من روح المعنوية وهيكسب الترجل نبقى خمسة بونت بعد كده عندنا ثلاث جولات في المرحلة جولتين بقيين في المرحلة التانية في الدور التاني فنكسبهم نبقى خمسة وستة احداشر طب لو تعديلنا واحدة وكسب الزمالكوائي كان بيحسبه كده مع كارتيرون اول ما جيه تصريحاته فلما خسر الزمالك كان صدمة ضخمة جدا عالجمهور مش بس بقى خسرته صدمة ضخمة جدا ده اللي خلى الدنيا ضرمة مستوى الزمالك الفني في المباراة يوم يطلع المدير الفني بعد المباراة يقول ان الفريق منهار بدنيا وفنيا لا ما كانشه منهار يعني اذا كان ده يعني تبرير غير مقبول بتشيكوا له ما له عليه ما عليه ومشي وخلاص يمكن ما نشوفوش تاني مرة خد علبة الحلاوة وجري من 4-5 سنين والمرة التانية هو خد الخمسمة الف يورو وجري اللي كانوا باقيين له يعني ثلاث شهور كانوا متأخرين وشهرين شرط جزائي وفق اللي اعلن يعني خلاص لكن الفريق ما كانشه منهار ممكن ما كانش بيجيب جواه كان بيوصل وضايع ويعمل ممكن يكون كان في بعض الحواديد بالشرق اتغير مش عاجبه كان في بعض الحواديد بس الفرقة كانت متصدرة الدوري ووصلت الدوري لمجموعات وكانت اه نقطتين فقط لكن الفريق كان احسن مما ظهر عليه وكانت متش الترجي انا عايز اقول انه نبيل معلول مدير فن للسوريا وطبع النجم التونسي القديم والمدرب القدير قال انا اول مرة اشوف كده الفارق المستوى بين الهندية المصرية والهندية التونسية كده هو نفسه مندهش ازاي الترجي كان فارق في المستوى ونسزة ملك كده في المباراة دي ده اللي صدم الناس بقى وده اللي سود الليلة طيب كانت رون نطم المركب على طول في التصريحات طب اللعيب قالك مالهاز زنب والادارة تمامه جابتني وانا جايجي يبا بتشيكه بتشيله مش بتنط الادارة بيانات من مبارح حتى المستشار المالي هو راجل محترم وصديقه بجد يعني راجل بحترمه جدا لكن ماذا انت في هذه الادارة مش ماذا انت اعتقليل منك يعني ما هو دورك حتى تتحدث عن الامور الفنية يعني ما شفتهاش بصراحة يعني ما شفتهاش قبل كده الساد وزير الشباب والرياضة الصديق وانا عارف قد ايه بيجتهد علشان خطر يصلح الامور لكن ما كان يجب ان يظهر مبارح يتكلم عن ازمات الزمالك ويحتزن له الجمهور لانه مش طرف اصلا في هذه الازم وزير الشباب والرياضة اخد قرار باستبعاد مجلس كامل لمخالفات مالية وقانون بيقول كده كلنا شابو تعظيم سلام اي حد يخالف ماليا خلاص كل ساق انت اركينه على جنب اي حد في مصر مفيش حد فوق القانون تحديدا فيما يخص اهدار الماء العام نهائي مهما كان هو مين وابن مين بس ادى دوره وجاب لجنة وتدير وفق لايحة النادي لازم ثلاثة مستشارين وخلاص وساعدهم بان هو بيحاول يشوف له من موارد بتاعتهم ياخدوها فقط لا غير انتهى دوره واللاجنة بتدير وانا شفت الوزير نفسه في لقاس مصطفة في وجود رئيس نادي الزمالك وعمال يسأله رئيس نادي الزمالك المستشار العامات بيقول له كذا 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 وراجل عمال يستفسر عن كلام وما بيديرش لكن مكانش الفروض يصغر مبارع لانه مش مسؤوليته حتى لو بعض الجمهور شطح بعض الجمهور نطح الناس طلعت ع السوشال ميديا قالت مش مش هو مش طرف الموضوع الادارة نفسها في مؤتمر صحفي شغال دلوقت ليه علشان ايه علشان تجيب كارتيرون يقعد يقول انا راجع اه انا لما مشيت ممشيتش علشان خطر الفلوس بتاعت التعاون وكلام مكرر جدا وقبل كده لما كنت موجود مكنتش بعرف اتكلم مع اللعيبة كان يفرض عليها كلام اقوله بيلقح على الادارة اللي فاتت يعني وانا جاي عشان احقق المركز الاول في الدورة وانافس على كل البطولات معنى الكلام ده عارفينه ايه لازمة المؤتمر يعني انا عارف المؤتمر الصحفي هتعلن فيه قرارات جديدة يعني بقى من المؤتمر الصحفي اقول هقول فيه ان انا عجزت عن التجديد التعاقد مع فرجان السياسي وعندي بدائل فلان وفلان والمدير الفني وعد ان هو هتعاقد مع لاعب على نفس المستوى وفق امكانيات النادي ده خلق اعمل مؤتمر وتكلم كده او انا هجدد عقد فرجان وفلوسه جاهزة وبالتالي وفلوس اللعيبة جاهزة فالاستقرار المادي موجود فخلاص اي خلل فني يسأل عنده اللاعبين يبع انتك حاجة تقولها لكن كل دي كلام ومبررات ومواقف عمالة تحصل علشان الناس تتهرب من مسئولية وتنط منين من المركب بصراحة يعني ليست هكذا تدار المؤسسات بصراحة يعني ماشي مش هقول اكتر من كده في القصة دي واحد صاحبنا دي ما نحن نكلم في الزمالك يعني طلع على على السوشيال ميديا قال الاسم محمد ابراهيم الجنسية والله العظيم انا مصري طبعا دي رسالة من محمد ابراهيم صنع العاب سيراميكا كولوباترا طبعا هناك بالزمالك السابق بعد ما اغفاله كابتن حسام البادري الموديل الفني اعلن قائمة قائمة بتاعة المنتخب اقول لكم دي وقت قائمة المنتخب الاول بص يا سيدي محمد ابراهيم يعني بصه هو عامل موزم رائع الحقيقة سواء مع المقصة وانتقل السنة اللي فاتت وانتقل بعد كده لي سيراميكا كولوباترا عامل الحياة من ساعة ما ميش يميزا مالك مستوى هيل جدا بس اقول لكم القائمة الاول محمد الشناو وجنش وبسام وعمل عامل ابو جبل مش موجود بصوا بها الدفاع محمد هاني عمر جابر ايمن اشرف بالفتوح له احمد فتوح يعني الباكليفت احمد حجازي الوينش علي جابر احمد ايمن منصور ياسر ابراهيم نص الملعب عندك النيني السلية طرق حامد حمدي فتحي ونجمينة كبير محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد فاروق برامدز واحمد سيد زيزو اسلام عيسى برامدز مصطفى فتحي مفاجئة القائمة ويستحق لعب سموحة محمد مجدي افشة صنع العاب الاهلي ومصطفى محمد المهاجم العظيم دلوقت في تركيا وحسام حسن هداف الدوري واحمد ياسر ريان من مفاجئات القائمة ومحمد شريف الغائبين رمضان صبحي للاصابة مروان محسن معرفش ليه مروان مش موجود عبدالله السعيد رجع من اصابة بقاله فترة بعيد حسين الشحات لحبوط المستوى عبدالله جمعة وعمر الجمال واحمد سميلي الناس دي كانت موجودة في القائمة اللي فاتت المنتخب عنده ماتشين عنده كينيا جزر الامر كينيا الاول اناك وجزر الامر هنا يوم خمسة وعشرين وتسعة وعشرين مارس محمد ابراهيم والله انا ماصر يا كابتا يعني انا عايز اقول لي بس كابتا حسان بدلي حاجة برضو او الجهاز بتاعه يعني ممكن يقول محمد ابراهيم شايف انه يستحقه وكابتا حسان البدري مش معنا ان مضمش محمد ابراهيم ان محمد ابراهيم وحش اخد بالك او مضمش اوباما اس اوباما متقلق جدا انا كنت متخيل امام عشور اساسي في المنتخب الفترة الجاية دي في القايمة يخش ياخد ريحة اللعب الدولي مع الفريل اول هو موجود في المنتخب الولمبي يعني يخش ياخد الريحة كده ياخد البركة في الاول وبعد كده يبقى ليه دور في المستقبل انما اغفى الامام عشور مش موجود واوباما مش موجود رغم اتقلق الشديد لاوباما انما خلينا اقول ان هو ممكن في بعض الاحيان يكون عندك لعيبة في المكان ده فمش محتاجة اكتر منهم حتى لو في خمسة متقلقين انا باخد اتنين صنع اللعب مثلا يعني فانت عندك هنا بص يا سيدي عندك فاروق هو مؤمن بقدراته وعندك اسلام عيسى ممكن يلعب في الحيط يلعب على الطرف ممكن يلعب برضه تحت الفراودة وعندك افشة بلعب برضه في الحتة دي فممكن هو كابتن حسام عشان كده ماخدش محمد ابراهيم محمد ابراهيم متقلق ويوسف اوباما اكتر كمان محمد ابراهيم انا يوسف اوباما متقلق هداف بلعف الزمالك بلعف افراقيا بلعف يعني متصادر الدوري يعني عامل كل الحاجات الكويسة اللي ممكن تخليه موجود ويعود لمنتخب مصر لكنه برضه اغفلته القايمة احمد توفيق برضه الباكرايت بتاع برامز اللي الاصابة خرج من المتخب عامل منصف كمان حارس مرمى وادي دجلة برضه كان نفسه وانا كان نفسي هو كان نفسه انا كان نفسه حتى انا نشدت الكاتل حسام البادر هنا من اسبوعين ثلاثة قلت ضمه ما العبش وتقول انا ما ضمك مرة واحدة بس هو المعسكر ده العشرة ايام دول فقط انت محتاج اتنين في حراس المرمى في المباراة خلي التالت عامل منصف بس حسسه اه يعني يعني اقصد ايه ده ما العب يلعب عدت خمسة واربعين سنة ويتقلق بهزي الصورة خمسة واربعين سنة عدين يعني ادي يعني انا اصغرب مني في سنتين ولا ثلاثة او الله يعني بتتكلم في كبير يعني مش صغير زي الحضري كده راح كاس العالم عنده خمسة واربعين سنة ولعب كمان الحضري يعني احاسس اللعيب اللي يوصل للمرحلة دي واساسي ومتقلق في وادي دجلة مش بس اساسي ومواد دجلة بيتعادل معناه دي كبير او بيكسب بيتقال انه عبد المنصف احد اهم من الاسباب حتى اليوم فحسسوا انه انه الجهاز الفني دعمه نفسيا هزي بيت اسمه متدعيم نفسي للفكرة يعني مكانش يحصل حاجة لو انضم عبد المنصف يعني انت هو ضمن الشناوي وجنش وبسامه عامر عامر مكانش يحصل حاجة لو انضم عبد المنصف مكان عامر المعسكر ده او مكان بسام المعسكر ده عادي يعني هو هيعتمد على الشناوي حيرس والتاني هيبقى جنش مش يحصل حاجة خالص يعني بجد يعني وعبد المنصف يعني انا بقول دي يبقى حتى الرابعة تالت او رابع ما انه عبنورسي ممكن يبقى اول او تاني عادي يعني ويلعب ويقف ويسد يعني مش صغير مش حارس قليل يعني انما ده كان قصدي من الكابتل هتبقى لفتة من الكابتل حسام البدري لكن وما ان هذا حقه يجب ان احترمه يعني كابتل هتبقى البدري حقه الاساسي هزا الاختيارات ممكن نراسه فيها بان هو بيأهل عامر للمستقبل ممكن يكون هو شاف ان بسام طالع بقوة شاف ان جنش لما رجع من الاصابة وتقلق محتاج ان يبقى موجود عشان نرجع تاني ياخد احساس المنتخب كل دي افكار في المدير الفني هو المسؤول يعني خليني انا ندعمه في الاخر لكن احنا بنقول رأيان انا لو ما كانه هعمل كده مع محمد عبد المبصف حجازي لسه مشكلته متحللتش لها بتاعت انه عارفين انتو في السعودية في دول يقولك لو سفرتها ترجع تقعد حجر اربعتاشر يوم اللي فيها كورونا وهم ما معتبرين مصر من ازايا كويت ومصر وكزا الدولة العربية والمغرب فحجازي عنده مشكلة ان هو لما هيجي ما فيش مشكلة ان ييجي لك لما هيرجع هيقعدها اربعتاشر يوم في حجر مش هيتمرن ولا يلعب مع الفريق بتاع التحاد جدة فهل هيستطيع حجازي يحل المشكلة دي هل هيستسنى في القصة دي ممكن يستسنى مفيش فيها مشكلة لانه انت ممكن تعمل الفكرة دي على المستوى الشعباوي يعني ناس كتير رايحة وناس كتير جاية في طيران وبتاع تعمل كده معاهم لكن لما يبقى في حد لعيب انت تستطيع انك تسيطر على الفيروس معه والمرة تقدر تعمل مسحة وهو مسافر ومسحة لما يرجع ومسحة بعد امانية اربعين ساعة وتأكد انه سليم يعني شواء الله ما يحصلش اي حاجبة موجود احمد حجازي مع المنتخب لكن كونه موجود واسم موجودي بأكيد الجهاز الفني توصل الاتفاق مع الجانب السعودي على هذا الموضوع والله من الحاجات اللطيفة يعني انا بقالي يومين يقولك في مشاكل في المقصة عشان الفلوس وبعدين بدأت اسمع شوية الازمة اللي في اسماعيلي طبعا الاسماعيلي في المركز يعني بيقترب من المركز الاخير ويمكن كمان في الاخير يعني هو اخير وقبل اخير شغال هو كده وده حاجة صعبة جدا صعبة انها تحتمل نادي الاسماعيلي نادي عظيم ويأتي في المرتبة التالتة بعد الالوزة مالك من حيث الشعبية يعني مع المصري فانت بتتكلم في نادي لا يقبل انه ما تتحلش مشاكله ويبقى في الدورة الممتاز يعني بكل بقى الافكار بكل الاعراف لو انت هتقولي ناشد الوزير الرياضة في انه يتدخل الشباب الرياضة في شأن نادي هقوله تدخل في الشأن الاسماعيلي لانه احنا لان صعب جدا نتحمل اسماعيلي باش موجود في الدورة فبدأ تطلع كلام ان الكابت الانهاب جلال المدير الفني للمقصة هو من ابناء النادي الاسماعيلي وكان لعيب عظيم في النادي الاسماعيلي وكان مدير كورو وكان مدير فني الاسماعيلي بيبتد يتفاوض معان يروح يقود الاسماعيلي لانتشاله من العثرة الصعبة اللي هو فيها فطلع بيانة رأسي من المقصة قالك لا احنا مش موافقين وغير قابلين مكابت الانهاب لازم هيكمل مع المقصة الغريب بقى في البيان ايه بقى البيان طالع وتصريحات للراعي المقصة جاب رعي لانتشاله من الازمة عايق غريبة جدا فالراعي طالع يقولك كلمة رعي يعني ايه يا ماذا تعني قالك شبانة راعي للستوديو ده اقلت به ان انا هتكفل بالستوديو انا انشاءاته هتفحها مرتباته الشباب اللي شغلت كده يعني ما هو راعي يعني ايه راعي يعني ويعني ايه كلمة راعي يعني حزرع شوية نجيلة واجيب غنم يكلوها حرع غنم يعني في الستوديو والله راعي اللي هو انا مسؤول اعلاميا واعلانيا اسف وادعائيا وبصرف ابيع الاعلانات واصرف وادفع او بدفع بعد كده فبيقولك لا اسلو مو انت سحمد عبدالخيل انا معرفوش وراجل محترم اكيد يعني لكن برضو فيه سنسور هنا فيه سنسور كده في الاعلام الناس لازم بتاخد بالا منه عايف لما العربات ترجع اللي ورا فالسنسور يقولك خد بالك هتخبط 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 وتقوم طاقش برضو خاصة الستات لما بتجي تسقط رجع اللي ورا لازم تطاقش في الرصيف فده عامز برضو طاقش في الرصيف في راعي يطلع يقول الازمة المليئة هتتحلل ان شاء الله وحنجيب فلوس من الشركة الرعية بتاعتنا لنا 8 مليون جنيه هنحاول نحصلها هنسدد اللعيبة يا عامز انت الرعي اصلا انت محمد عبدالسلام رئيس نادي المقصة اللي هو الرئيس التاريخي نادي المقصة يعني واستقال مرة قالك عشان راجل يسوق لوحده ما فيهش بفيه قدرتين وهو راجل مسؤول هو اللي بصرف بصرف فين يا عام ده المدين الفن هيمشي دي حاجات من الحاجات الغريبة يعني لكن انا لو منه بقى احمد عبدالخالق اقول انا بهدي هاب جلال للنادي الاسماعيل لو الاسماعيل عايزه انا بهديه للنادي الاسماعيل لان الاسماعيل دلوقتي اولى مش بالرعاية المادية يعني ممكن مبقاش ربنا ما يحويكش الاسماعيل لحد لكن على كل الاندية وانا من الحاجات الصعبة إنه لما لاجأ الإسماعيلي للأهل والزمالك في يناير محدش عبره سيبكم اللقاءات والقعدات والكابتن عامات سليمان من أخلاقهم وزقهم قالوا أصل أهل والزمالك معرفش يوم مدين مرضيش بس تستقبلونا كويس لأ كان لازم الأهل والزمالك يدعموا الإسماعيلي باتنين أو تلاتة من نجومهم مش نجومهم يعني بقولكش يعني الوينش في الزمالك ولا بقولك يعني حمد فتح في الأهل لكن تقدر كنت تديره اتنين تلاتة لعيبة يا أو عظم الإسماعيلي اللي هو محتاج انتصارين تلاتة عشان ختل يسوء لوحده مش بعتاج عجب من حاجة دي برضو من الحاجات اللي هي كانت محتاجة إن احنا أو أنا أتكلم فيها بصراحة من الحاجات الغيزان يعني معكوا فطفض في الكلام يعني بصراحة يعني طيب قاعد في أمان الله الكابتن المدافع لأهل المتقلق بدر بنون لأه والكابتن المتقلق مع الزمالك بن شرقي لأه القايمة بتاعت خليل وفيتش المدير الفني بتاعه منك في المغرب طلع مفهاش لبدر بنون ولا بن شرقي طب بدر بنون بن شرقي نجم التشويح في التغييرات في الزمالك وكلا ما نيجي نقول يا جماعة بالological ما در ايه يا عم تا أصول عايزي يخش المنتخب AND المدير بيتفرج عليه قال له لازم تريد علمطش كله فنسكو ونكتم ونقول خبق بالشرقي عايزي خوش المنتخب يعني هلازم به سكت ما دموش بدر بنون متقلق جد الحيه مع الاهلي بصراحة يعني عامل مستقوى راق جدا مع الآلي برضه ما ضموش وكانت يعني من الحاجات الغريبة جدا ما عندهم مشاطف أفريقية زينا كده عندنا كينيا وجزر الأمر لكن الاتنين ما نضموش وما علقوش يعني محدش فيه ومتكلم في القصة دي حتى الآن الآلي لما طلع فرج عامر وقال لك 40 مليون جنيه أنا اتفقت مع نادي مفاجأة وحسام حسن الهدف بتاع السموحة وهدف الدورة دلوقتي حسن هدف الدورة تمن تجوال يمكن حينطقل لهذا النادي في الانتقالات بتاعة الصيف ب40 مليون جنيه بدأ بقى تبان ملامح أنا مقدرش أكدها إنما عارف أنت ما تيجي تشمشم يعني ما تيجي تربط بقى بالحس الصحف يعني فيقولك الأهلي بيفكر يماشي مروان محصل يعني شايفوا القرار والله مروان من الأعابة المهمة جداً أنا شايف كده أعارة أو ما يمدش العقد يعني كان مروان مضى عقد جديد مع الأهلي ما يعتمدوش ويسيبو أو أعارة والأهلي محتاج مهاجمين يعني بواليا ما بيجيبش جوال مع كلام فرج عامر اللي هو بيحب القلي جداً وعلاقته بالكابتن خطيب من ساعة مكانه بالصاب السمك في الغرداء والصورة تلعت على الشاشة وفي السوشيال ميديا والناس مسكلهم من الأكلة السمك دي والكابتن حسن حمدي والكلام ده والناس تأكدت من هناك علاقة صداقة قوية فبدأ في الأهلي يتقالي الكلام ده أن أحسام حسن مهاجم سموحة في طريقه للنادل أهلي طب هل الأهلي هدفع 40 مليون جنيه طبعاً لا بس الأهلي زاكي وفرج عامر زاكي لأن فرج عامر بيحط أرقام يعني بيحل البيع إنما ممكن يكون في العاية في النص يعني هو بيعرف يجيب برضو لعيب يعني مصطفى فتحي كان في الزمالك مش موجود الوقت في المنتخد بتخيله مصطفى فتح في الزمالك باله الثلاث سنين مش عارف يوفع رجليه رح سموحة شهرين دخل المنتخد بتخيله حاجة يعني من الحاجات المدهشة بجد يعني إنما دي طبعاً بتبقى نواية من لعيب ربنا كرمه فرح أعارة خد قرار مهم من يمشي أعارة مصطفى فتح في الزمالك نجم يعني ويروح سموحة في ربنا كرمه وتقلق وأصبح أضف المنتخد منفرج عامر ممكن يكون فيه لعيب هياخدهم الأهلي يشتريهم الأهلي بخمستاشر يقولك دي بخمستاشر وعشرين مليون والأهلي دفع خمستاشر وعشرين مليون فالصفقة عشان كده بقى ربعين أو ياخد تلاتة لعيبة إعارات يقولك قيمة الأعارة دي مثلاً كذا خمستاشر مليون الأعارات دي فأنا مش هتفحهم هو لها هتفع عشرين فبقى خمسة وتلاتين مليون أو أربعين مليون ماشي إنما الكلام اللي بتقال بقى وعملها تقال في الكاوريس والدهاليس دلوقتي إنه حسام حسن هداف الدوري الآن في طريقه للانتقال في الصيف إلى النادي الأهلي الأهلي عنده أجازة الآن دي عندها أجازات من البوبريات عشان خاطر المنتخب بقى أول أربعة بعد كده الأهلي والزمالك عندهم أفريقيا ثم بطشط الدوري والكاس وكلام ده إنما دي فرصة مهمة جدا شايفها الأهلي في تمديد مش تجديد تمديد عقود بعض النجوم اللي هتخلص السنة الموسم الجاي مش ده هت عندك تلاتة تققلات يعني علي معلول عمر السولية جونيور أجايد تلاتة يخلصوا السنة الجاية الموسم الجاي في الأهلي بيحيحاول يمد عقد ويستغل العشر تيام دول ويخلص القصة دي نهائيا عشان خاطر الموضوع يتقفل وفقي اللي طلبوا لجنة التخطيط اللي شغال على القصة دي بشكل قوي دلوقت كمان بيتم تجهيز المصابين علي معلوله على طول أسئلة موجود في تونس بيتناك بيكمل المشوار علاجه وريد سليمان خلاص هينزل التمرين يوم لاتنين التمرين الجماعة بعد الأجازة ندفد الراجل ماشي الحمد لله بدأ الرشح بتاع الرجبة يخف جدا اللي كان ظهر فجأة كده من عشر تيام بس موسيماني طلب إنه هو مش هيقرب منه إلا ميبقى الرشح بتاعه ناقش فزا الفل فيش أي حاجة حفظ أنا عليه يعني ومحمول بتولي برضو بدأ يقترب برنامجه العلاجي من الانتهاء فيه لعيب معارب النادي الآلي من الشباب أحمد عبدالقادر ظهر بمستوى جاية جدا بلعب بريميكر صنع لعب وبلعب كمان عالطرف المسيماني معجب بيه جدا وبيفكر بجدين يرجع المسيماني عمار حمدي معجب بيه محمد عبدالقادر معجب بيه فيه لعيبها لآلي معارب مبسوط منها بيفكر يعني اللي إحنا محتاجين اتحاد الكورة يخلي القايمة أربعين لعيب عشان كل المعارين الاهل منهم عمر جمال كمان المسيماني عاجبوا عمر جمال عشان الاهل يعرف يجيب كل المعارين دول يعني في ظل القوامل الموجودة دلوقتي والله قدام خبر بيقول أن حازم إمام الكابتل حازم إمام عضو مجلس دارة الزمالك والنجم طبعا القديم المعروف وسيادة النائب يعني بدأت ناس تتكلم عنه يترشح لرئاسة الزمالك أنا بعرفت بشخصية حازم معتقتش لأنه الزمالك عنده انتخابات السنة دي خلال تلعة اربعة شهر انتخابات الزمالك من شهر ستة بعد شهر ستة لغاية شهر عشر كل عندية مصر إنما بالزمالك تحديدا محتاج حد أولا عنده قدرات مش إدارية بس حازم عنده قدرات إدارية كل حاجة لكن عنده صبر وعنده قوة وشخصية قوية جدا وحمول جدا لأنه الزمالك عنده مشكلة مادية ضخمة جدا وبحتاج سيولة سنوية كتيرة جدا وبحتاج شخصيات من النوعات خاصة هل حازم حيقدر إنه هو يدخل ويقاوم ويتصدى إنما ده كلام إنه حازم إمام الناس بتكلمه على القصة دي مش عايز أتكلم عن خلافات في الإدارة بتاعت الزمالك بينه من بعضه أو يعني بيتهموا بعض إن ده السبب ده السبب ده ما كانش عايزة ماشي باتشيكو ده عايزة ماشي باتشيكو ده عايزة ماشي باتشيكو قال لك إنه هو طلب من الجائز الفني للفريق بتاعه اللي هو Pyramids ما يستدعوهوش أو ما يشاركش في الماتشات خلال الفترة اللي جاية دي على اعتبار إنه هو كده كده مش هنضم للمنتخب هو كان عارف من كم يومان مش هنضم للمنتخب هو يعني بعد ما سنه كبر شوية مش عايزي برجع من الإصابة ويخش ويخش الهارتاجة دي إن الفرقة بتاعته كان عندها كان عندها متشات في أفريقيا وعندها متشات مهمة وبتنافس على البطولات فهو عايز يحافظ على نفسه بس إنه طبعا كبر بقت الإصابة بتاخد وقت شوية أطول محتاج إنه يقاهل نفسه أكتر محتاج إنه يجهز بشكل أكبر يتمرن بشكل تدريجي فلما لقى نفسه بيده على المنتخب فعايز يديل نفسه بعض الوقت إنه هو يجهز بعبد الله من نجوم مصر في كرة القدم يعني بعيدا أي حاجة يعني فيه لعيبة حتى لو دخلت في أزمات ما عندها جمهارية ضخمة زي الأهل والزمالك زي عبد الله زي رمضان صبحي زي أحمد فتحي زي حتى زيزو دلوقتي في أزمة مع الزمالك دي لعيبة أعطت كتير للأهل والزمالك ويجب إنه إحنا نحترمها حتى لو بنختلف معها في بعض الآراء إحنا كده وصلنا لنهاية حالة النهاردة إحنا لحد المقبل إن شاء الله ما بعدين حالة الساعة ستة مع شباني على تلفزيون اليوم السابع إلا لقى